المك الدقيقة في عمين بيصير مصر والله مدني بتاع ايه يام أخذ ولها راحتوا واحد من أخواني وجابت لنا من حدد المطاعم نصف سيس والله يرى يجي أما عليه إلا أنا وولد عمي الله يبيض وجهه وضعوا يام عاية قال يا أخوي هذي ما غثى الله يجزاك بالخير حان الساعة هداعش ولا مش هيت الرياض قلت والله لهم من قال إني يا خابر ما مارجي لك غير أم قلت يبن له المحالة هي طال عمرك جاء العمر أطوي بعد هذه من سلوم نحن من قباين لما تكون يعني أبوك من قبيلة همك من قبيلة تلقى لهم لاجم تجمل معوالها لاجه ضيوف من طرف أبوهم لأن أنا ما قال لهم طاب طيب الصبي عند ضيوفه وعند رابعة من أبوه يعني هم طيبة من أمها يصربوا مثل سالفة كذلك يدلون الوراء مرة وراء هم مكملين الله الصحي على طال ذي الربع هذا به ثنين طرعوا من ديارهم يتمشون تعرفوا اللولين كل ما مروا قريته ولا شيء أول باب ولا أول بيت يقلطون على طول مروا الثنين ذولة ودقوا إلى الباب فتحوا الرجال باب ورحبوا يا رجالي الله حيهم اقلطوا اقلطوا الرجاجين وجلسوا في صدر المجلس يا مرحبا نلفي الله حيهم رأى عندها قال تكفون به رجاجين عندي في المجلس قال والله ما معنا اللقوت يومنا ذا اليوم قال عطونا إياها معهم بر وسمن هذا الرجال البر وسمن ثم قدم أهل الضيوف قال تم والله يحييكم وأنا في وقت المشدود من المعروة قال الله يغنيك تغدر جديد وطلعوا يوم قدوم في أسفل الشعب ليه واحد منهم يوم قاموا فزق قال سأود الله وجهه وما كرم اسبان قم يا ذاك تعزوا واخد جنبيته ومضربها في رأس خوية أنت ما تدري أن الرجال في وجهي من الكلمة اللقالة قال كيف في وجهي قال الرجال يقول أنا في وجهي المشدود من المعروة من اللي بيتكلم من اللي بيتكلم أنا مشدود وانت المعروة الله الله راه خوية وانطلقوا لي شيخه يعلموه بالعلم أرغبوا تعالوا ساعد ورن تجينا تعالوا أبيك أبيك أيوا راحوا الشيخ يوم ما صلوا للشيخ قال يا شيخ اش رايك في خوية سافرت فنوياه وغدر بفسفر قال وش غدرك فيه قال قلطنا عند رجال وقلطنا على بر سمن وقال أنا في وجهي المشدود من المعروة يوم حن في اسفل الشعيب وقلت ميدة الرجال اش قوم هما كرم اسبان نفقه من الرجال ومضرب بالجنبية في راسه إلى الدم منه على راسه قال والله اللي تستاهل الرجال قال الكلمة ذي قال الله قالها قالها عليك حقي أما الحق الأول فيه رفيقه يقول جاك ما جاك منه وأما الحق الثاني يفرح للرجال اللي تكلمت فيه وخذ له خروفين وخذ له مكسا وسلم على راسه وتعذر منه قال أبشر بالسعد وراح الرجال وخذ الخروفين وخذ المكسا وراح له الشايب ذا وسلم عليه وتعذر منه وعلمه بالعلم كان الله أكبر هوا عطي رسالة مبطلة أنا في وجهي المشدود دار أنه عين الحصان دايما تبين يا رجال مرتنا الله يذكره بالخير يا رب العالمي والله لا عارفها قبل من بني عم من الدواسر لكن ما عارفها اللي هو الشايبة والخويمي الهواشلة ونعم استاهل الله بعض المواقف تبين الرئيجين أكذاك مواف حاجته مواقف الأشي مظهرته تفعلها الطيب استاهل عندي حاش الحوار مجهم بعدما عرضته غروبات واتصل علي مري قال شا رأيته الحوار بين هاته النفر مضان قال هاته قال قلت مرحب شو يمكلمني المري قال يا ولدانا في الحصان تقدر تقابلني في نص الطريق استحيت من الرجال رجال سنة سبير سنة قلت على خشمي بحط الحوار في ظاهر ذاك الشاسو وقابله في نص الطريق يوم قابلته لا هجرة الربع الهواشلة في التوضحية علي ساري يوم وقفت عند المري نحمل حوارهم في صندوق مترهم قال يدوسني بهاك هوا أنا راسي تزدم ينطي يقول له أنا والله لا أنت مساغر ومساغر قلت يبلله موجودة عندها حارة الهواشلة وعرفين هم حارة رابع الهواشلة والله ما عارف بيتهم بيها قلت يبلله موجود خلك وراي نفس ما قلت أنت يوم أنك تقول أطرف بيته في القريب تضرب أجي بيته الله يبيض ويجهة جثبيني بينه ما أعرف عادة أنت الشايب شوي المهمة أجي يطق الباب يظهر للك البزر قلت راح راح خلي العرب يصلحون لك هوا والله البزر الله يصنع جيد وروحوا ما أدرينا ما أدرينا أن مرحبوا ما السلام ما أدرينا أن منطيحنا في رجال شروا من عندي شروا منطيح وانا فرمضان ما هو تول عالم فرغين من الصلاة التروي شويلة الشاي بيوم دخل علىنا الشاي بالهداء يا مرحبا يالله حيهم كيف الحال وشلونكم يا مرحبا علومكم يا الربع تعلمنا كأنا بجري من المصاريين وانا ماذا يقولت الربع بارا المرة شارين مني شارين علمت في العلوم شارين أربع أولدي الله يا كرمتكم من هنا أنت شارين المهم هو ما تجمل فاعل المرة هو تجمل فيني أنا كساني بالعلم الطيب وانا المهم جعل عمرو التويل المهم وانعشي الضيفان ذا اللي جاييننا من قطر المرة المهم ولا تاكل وتشرب معي في وقتها مدين شو يسوي بالشايب المهم اقوم انا قلت يا شايب قال سم قلت انت جملت فيني جملت فيني قال هذا واجبنا عليك الرجاء قلت ها ابيك تواعدني قال ما انا بجايك قلت والله هالعظيم انت واعد والله انت واعدني قال ابشر قلت يا المرة انت جالسين بكرة هنا قال انه راجعي للقطر بحط الحوار مع البل الحسى وماشي للقطر يا ولد قال الماشي قلت الله يسترعي لكم كرمتهم زدكة لها المهم وراحوا علموا قلت ايب انا صار معي مع ذاك الشايب وتواجهتنا والربعة المرتها القطر هذا المستغربين منه هذا علم طيب وهو يا فعله لكن انا ما هو انا ما دل ابي اخوي اه المهم ويجي ايو والله المهم واكلمه قلت كلمت تاخر عجي شو يكلمت قلت ايو اذا انطوصت توجيني ولا قال باجيك ويوم اهنا وقال اليوم الهلالي جايك انا وعيالي واجمع الرفاقة جماعة او يوم جاي قلت يا الربعة الرجلة اسوى لها علم فيني انا طيب وبيعني علىها كل طيب لكن انا جناني بالعلم الطيب ايو والله او اكرمه الله يذكره بالخير وامس عليه بالخير ان كان يسمعنا ولا يسمعنا أحد من عياله الله يبيض وجهه الله فأقول لك أن العلم الطيب وهو بيضي عند الرئي ما كتبت شيء عروف والله أني ما كتبت ولكن الرجال ذاك لو أني بأكتب فيه ما هو فيه تحقه والله أني صادق وله هو يستاهل يستاهل ولو وهو جاني بالعلم الطيب والله أني في كل مجلس مذكرة فعلها الطيب فيني يقول سعود مبارك شيقول يقول عطايا النشام أنا فيه يرقاب النشام ديت ما يفرح بهلا واحد ما يفن منها وشي مزل كنا قصيد مافي